في الحقيقة لدي مجموعة من الأسئلة نبدأها برسالة وردت من الأخ زاهر موسى حسن البارقي من بلاد أهل العدام يقول زاهر أن عند والده بعض الأغنام وكانت وقف وقد ماتت الأغنام ويوجد عنده قطعة أرض وقد مات والدي وأنا صاحب وظيفة وقد قسمت هذه الأرض وقامت فيها الأشجار ولم أجد أحدا يحيي هذه الأرض لكي تستثمر ثمرتها هذا أرجو إفادتي ماذا أفعل علما أنني قد وضعت فلوس لمن يحرثها ولكن للأسف لم أجد أحدا يقوم بزراعتها نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله الحمد لله أما بالنسبة للأغنام الوقف التي تلفت فإنه لا يزمه شيء بدلها إلا إذا كان تلفها بسبب تفريط منه أو تعد فإنه يجب عليه ومانها وذلك لأن الوقف إذا كان عينا فتلفت بطل لفوات المحل وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لها زارعا على الرغم من أنه وضع تراهم بمن يزرعها فلم يجد فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعها ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخر أو ضرب حكورة عليه تبقى تستغل والمرجل في ذلك إلى المحكمة الشرعية نعم أحسنتم ترجمة نانسي قنقر